كما قال رئيس عبدالفتاح سيسي إنه في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية فقد تبنت الدولة العديد من المبادرات والبرامج القرية ذات الصلة بالمياه وفي ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القرية ذات الصلة بالمياه كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجرس وزراء المياه الأفريق لتؤكد مجددا هذا الالتزام حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه علاوة على ذلك تقوم مصر بتعزيز أواصل التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتوميل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشاش في المجال المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل المواني وبناء سدود حصاد الأمطار